اشتركوا في القناة وفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير الشؤون الدفاع وسعدت الفريق الركن ذياب بن صجر النعيمي رئيس هيئة الأركان وخلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بمعالي النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة مشيدا معاليه بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين وما تتميز به تلك العلاقات التاريخية من تقدم ونماء بفضل قيادتي البلدين الحكيمتين حفظهم الله ورعاهم مما أسهم في تعزيز وتقوية علاقات الأخوة الصادقة القائمة في جميع المجالات العسكرية والدفاعية منها وأشاد معاليه بالمواقف الطيبة لدولة الكويت الشقيقة تجاه مملكة البحرين وما سعيها الكبيرة التي دائما تدفع في دعم العمل الخليجي والعربي المشترك حضر اللقاء عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين كما حضر من الجانب الكويتي سعدة الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر